السلام عليكم بلاس كديري لبس عليكم شوفو عن المزيد الزيدي مونا الحبيب الله يحبك مونا الحمد لله ولي تعالى سلامتك مطيفك شوي تلعية ولكن كتبارك الله إنسانة مكابيرة كتبارك الله عليك مونا قلت لها شوفي مونا ترجع من معرض دي المجلة ان شاء الله قلت لها قلت لك واحد رفصة ان شاء الله زوينة باش هكا تقوتي بها شوية الحلبة وشوية دي شبودك شيف باش تنضي اشا الله في أسواق السلام دي شبودك الوليد الاله والتي حظينا باش شعهم ينشاه الله باش مشي بك وخارقك وكل نشاط الله يسهلق وت específicörung اما بدينا متن يومه ببك إثوا الخارق الواد کري بأسواق السلام ولكن للاسف هذ الفناء عنده هذه بخير مادرة تقفين اللي خدي يونها يا ربي وقت sympathetic انا بالتقليل في محمدين ان شاء الله الان سبعة وثمانية 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 اتظروا اليان السيقر وما تقول اليكم مونة تكون قلت خليلي يحقينا اللولا سوف البنات ان كنت نصور تبليت على عبشي بلاتو تنبشيتوا واخد لي واحد الله يسهل تبارك الله عليكم البنات والتمنى ان شاء الله هذا الفيديو انا ومونة كنا نحجب عليكم ورفيسة تبارك الله تستهلي كل خير أنا جبت هانتو محنشة تبارك الله المون عزيز عليها الدسير رحليو هارفيسة اللي اشتو معايا تشوفوا ان شاء الله تفاصيل ديالة في الفيديو هذا طريقة ديال تحضير ديالها راسخناها تبارك الله في فران هانتو مرعي ديال باد سخنا فران باش هاد سخونة تبارك الله هاد طبيصلات هادو عندخوك هشاميكة هم الكيسان اه ها تبارك الله ما شاء الله كويسة تفني ولكن تبارك الله عليك عازيبني هادو راقبك اربيحة ديالة خجم ابناث رجبتها تالية وبقيت تنصور وبردات ودخلتها غير في الفران بالتوصيل ديالة هيا تبارك الله من دكشان لجا تخزال حيت حنا تبارك الله نصوره نسينا راسنا بالتصوير وبردات ولكن دخلتها مون الفران بالتوصيل ديالة دخلناها وسخنات تبارك الله لقد تريد كيشام و بلديك سوف تشاهدون الأخ كيشام لهذا الجهاز نحن نجد نجد كيشام كيمة ملحة تفنين حلوياتك عبو غزال شوية شوية من الحلوة تاهمة غزالي الله يسهل عليك هشام تاهمة فنين الله يحفظك ربي حفظك هااااا هااااا تبارك الله تبارك الله الله يخلي عليكم ما شاء الله الله يسهل عليك ربي حفظ تبارك الله تبارك الله شكرا لك على الرفيسة هي هادي ديريليها عافق خاطره ويجيبها معك المعرض المحمدية اللي غادي يكون نهار 8 سعود سبعة نهار سبعة وتمانية وتسعود سبعة وتمانية وتسعود هاي يكون الخميس هاتحط لكم شاف سوعد يكون أسواق سلم المحمدية صافي أسواق سلم المحمدية بذا تمتاظرون سنجيب لكم المحنشة و المملاحات كما العادة كما العادة سبعة 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 450 درهم 450 درهم ثومة زعفران شعرة ملحة فلفل أسود عشوب عشوب المساخن لا يريد المشكلة سمن مالح زنجبيل كوركم ثلاثة دجاجات ثلاثة نبريه نحن يتعلم ثم تجهد 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 كوهد ثلاثة تجهد تجهد ثلاثة اضافة ثلاثة ثم ثم لا تكون كم يم جيدة نريد زيتون نخلط هذا الشيء كامل ونظر لكم نشرب الناس نغسلنا و نغسلنا فنجعلنا يترق للمجيزين و احد الساعة نزل نطيبه نأخذنا الزيتون لنضيف البصله نضيف البصله نضيف البصله نضيف الزيت قدم الطجاج بحافظ على حفظ جلدة وكيف ينطلق وغير الطنجرة بالتجاج بممطة حزبنا جيدا نضيف الماء نضيف الماء نضيف الماء نضيف الماء الماء تقريبا السدر ساعيد سوف نقلبه بشكل كوردون سوف نقلبه بشكل كوردون لا تجعله بشكل كوردون نحيضه و نصفيه و نجعله قبل أن نقوم بشكل كوردس و سا سيد. سوف نقوم بشكل كورد نقدر هدس و سوف نقوم بشكل كبير و بنحصل البنه بشكل كوردون نتحدث عن مسألة مهمة أهم شيء في الرفيسة للتريد العكس لصوص التريد خصوصا لصوص التريد لصوص التريد لصوص التريد لصوص التريد لها أيfi ل发زوه نقوم بمية كمية ببطء نقوم بمية كоротها والأكمال نتمنى أن نصل لكم على هذه الفكرة وهذا هو السر الحقيقي للتريد لا تأتي لها فازقة و كلها معجنة و لصوص و حتى لصوص يأتي لنا بأسل و هي نقول لكم يعني تبغي شوية توابي اللي يكونوا زائدين بحال سكين جبير بحال البزار بحال كوركوم باش كيعطيوها واحد لما دق ديال الحرورية و السمن و زيت الزيتون و جزع فرنش عراهادو هم أهم التوابي الأن سخن باش كالجين رفيسة ديالتنا ديالة لما عنده الزعفران شعر يكتفي بديك ضامة مثل بنا الزعفران راته هي كتوفي بنفس الغرض يعني كتعطي داك الماء داك و صافي نخلي المرقة ديالي تشحر و غادي ندوز باش نوجدوا داك اللي اسميته و الكشير ديال الكبدة غادي ناخد هنا نطبيت الحال غسلتها بالحامض و بالخلو والملحم زيان هاتشوفوا معي الطريقة ديالي كيفاش كنخدمها اناي كندير معها معلقة كبيرة ديال دقيق الابيض كندير معها بيضة شوية الفلفل الأسود شوية الملحة شوية ديالتومة شوية ديال المساخن كدلك العشوب اللي خاص برفيسة و كندير فيها احتل قصبرو مع دلوس مقطع و كندير فيها احتل فلفلة السودانية هنا ينسيت ما حطيتهمش ولكن انا نادرتهم فيها غادي نديروا كل شي يتخلط لنا هنا في الخلاط الكهربائي ديالنا او لمولينيكس و كنديروا بيضة بيضة باش كتجمع لنا هاد الخالط هادا من بعد اني كنت تحنو هاد شي كامل في مولينيكس كندوز و كنديروه اما في قواليب السيليكون او لكتقدروا تديروه في الفيلم على شكل البحالة غادي تصيبو الكاشير و كتدولي جواني بدياله ماشي ضروري لي مولد سيليكون و كديروه يطيب في الفران او ليتبخر لكم كيف ما بغيتو إلا كنتوا غادي تبخروه إلا داتوا على شكل كاشير في الفيلم و بغيتو يكون كاشير غادي تبخروه في الكسكاس لمدة عشرين دقيقة دخلوا وسط من واحد اللي عود ديال شوية او لواحد اللي كاردون يخرج ليكم ناشف عارفوه ره طاب كنتوا غادي تطيبوه في الفران راحنا غادي نديروه في هكه في المولد سيليكون الشكل اللي بغيتو انا كنفضل المولد يكون عندي سامبل صافي من بعد ما طحناها هنتوا ما غادي نديروه في المولد سيليكون هذا و غادي ندخلوه في الفران بحال شكل الكيك تماما شعلت عليه ملفقه من تحت خليتو 15 دقيقة خديت الكيك دوم بعد ما زلت 11 دقيقة قلبتو من الداخل انا غادي نكمل دابا نديروه طيب ان شاء الله في الفران واندوزوا باش نوجدوا باش شوفوا الطريقة الصحيحة باش كنوجدوا ديك البصلة اللي كنرافق بها هادرفيسة هادي اللي كتكون لشكل بصلة معسلة ولكن غادي نشوفوا معي طريقة صحيحة اولا كان ناخدو البصلة كان قطعوها شرائح تكون رقيقة بحال هادي تاخدو واحد تقريبا ما بينجوش كيلو حتى ثلاثة كيلو ديال بصلة على حساب شحل ديال الاشخاص وشحل ديال الرفيسة شحل ديال الدجاجة غادي نديروه بعد ما تقطعوها شرائح نديرو شوية ديال زيتون شوية ديال ملحة وغادي نديروه تقريبا دوك توابل اللي درنا مع دجاج كاملين يعني شوية ديال الكوركم شوية ديال المساخن شوية ديال زنجبيل شوية ديال الفلفل أسود وثافي هاد الشي اللي كندير هاد البصلة شوفوا معي الطريقة كيفاش كتتعسل وما كان ديروش في هاسكار نهائيا مشيتكا ما نقدروش نقولوك التعسل ونقدروا نقولوك ان شحروا هاد البصلة هادي من بعد ما كنتديرو هذهك زيتون و كنتديروها التوابل كامل اللي عندما كان حرقوها متزويان على نار مهيلة انا ما كتعجبنيش البصلة ديالدوفيسة يكون فيها سtra officers العقرفة ابدا رفيسة عندنا فيها الحلبة وعندنا فيها العاشوب وعندنا فيها السمن وأدينا فيها السهمة وأدوهم الهد بها التوابل كيفاش رائيسي ديال رفيسة الناس كانت خرجوا على المداقة الاصلي ديالرفيسة رفيسة كتبغي تكالüyها فيها مداقت الملوحة ما شي مداقت السكر سوف نعطيكم طريقة احترافية كيف تعسلوا البصلة بدون اضافة ولا نقطة السكر نقطة السكر لا نضيفها اذا بعد ما نضيف البصلة مع توابيل تشحروا لنا نضيفوا 1-4 كاس لكي تحرقوا لنا والنار ستكون عالية لنار ستكون عالية ونحبسوا من التحريك لا نحبسوا من التحريك ثم نحبسوا من التحريك بصراحة سوف تصبحوا بصراحة لنظروا البصلة سوف تقول لدي البصلة هائلة بصراحة وشوفوا البصلة كيفيش ولت معي شوفوا تبارك الله لا كنت تلي درتش حال وشوفوا هنا يا أنا غادي نحولها من هالطنجرة هادي باش ما تديش تتحمل ليا لإنها عبدات بحالة بغت تحمل ليا لإنه البصلة ما فيهاش لما نهائيا هي خليتها تطلق داك المديا لها وشوفوا معي اللون انتم مشتو هادي هي الطريقة الصحيحة والاحترافية باش تخدموا البصلة المعسلة ديال الرفيسة بريستيج أنا كنقول لكم وجهة نظر ديالي ما كيداش فيها السكر نهائيا والقرفة ها هي البصلة ديالتنا من بعد ما وجدت لينا اشنو غادي نديرو باش نبني انو احنا هاد البصلة هادي انا باش نبني هاد البصلة هادي نعطيها واحد المادا قزوين غادي ناخدك لاصوس اللي شحط كما تشوفوا معايا في اللاصوس المرقة ديال الرفيسة وغادي نضيفها هادي باش هاد البصلة هادي باش هاد البصلة ما تبقاش لي يعني يعني ناشفة بزاف وصافي وغادي نحاول تدك التوابل غادي داك المراحل غادي يزيل عطيها واحد المادا قليزوين وهنا ما كانش حرام حتى شي حاجه صافي انا طفيت طفيت عليها النار غادي نخليها هكا على جنب بما ان شاء الله نكملو المراحل الاخرى داب هادي ندوزو باش نصيبو داكتري ديالنا خديت انا يا دقيق الابيض مع الفينو فين هو السميد سميدة ديالكراقية سميد الاحرش ولكن رقيق سميد ناعم سميد ناعم يعني بنسبة الناس هكالي كتبعوني من الدول العربية تحية لهم اه كتشوفوا معايا غادي ندير معاها واحد توابل كيجوزوينين وكيعطيوا واحد مادا قزوينها تريد هذا كندير معا شوية زعفران شعره شوية الملحة وكندير معاها شوية ديال زعتر وشوية ديال اعشاب منسمة كتجي رائعة اللي عنده الاعشاب منسمة تكون مطحونة او اللي حتى يعني غيه هكاك تديروها هكاك فتريد كتجي زوينة بزينة وبالنسبة كندير فيها حتى معلقة صغيرة ديال المساخن ديال رفيصة يعني ديال العشوب اللي كنديرو فرفيصة وكنعجنوها بالماء فيه الزعفران شعره كيبقى ختياري ماشي ضروري تعجنوه او لا تديرو هادشي اللي درت غي انا كما كنت لكم هاد تريد هاد ديالكم كيجي بنين وكيجي لديد بزاف وكيجي منسم خصوصا بالاعشاب اللي كترتو شوية الاعشاب فكجي رفيصة فيعلان ماداق ديالها فريد وهائل سيغتوكم مككي كم يعني ما خبيت عليكم حتى شي حاجر عطيتكم طريقة الاحترافية وصحيحة كيفاش كتتخدم البصلة كيفاش كتتخدم هاد رفيصة بريستيج بالطريقة اللي كتتتعطيها واحد الماداق اللي طوب هنايا كنديرو ذاك العجن ديالنا في العجنو والعجنو غي بديكم ما كان عجنوش بزافه نغي كنجمع شوية العجنة وكنجمعها في بلاستيكا كنخلي حتى تطلق شوية شوية وضروري العجنة ديال نخصة تكون شوية مطلوقة ما تكونش قاسحة بحال تقريبا هي بحال العجنة ديال مسممن تماما او بالنسبة للقياس هي بغيتو اقو pregnancyامId صغير الاعجنة في ضحورة ديالية او لا تتغلبوا تقيق البيض على الفينو و MD تتقط عليكم شوية المصر بجلق فونAY تطلق ماصرية علديات يجمع ٝطيق بإعجر انتسابولة اخذت مقطع من القناة اخذتكم كيف تصيبوا التريد لن نعود لكم هذه المرحلة مرة أخرى سوف نرى طريقة كيف نقضي التريد ثم نغطي بلاستيكة نضع بلاستيكة بلستيكة نضع زيت نضع زيت لكي لا تقضي في التريد و تحاولون تورقوا الورقة تريد كثيرا وتحطووا هذه المقلاة وتحتاجون عجينة وتحاولون ان تجبوو العجينة وتجبوو العجينة وتعديون ان تضيعون تشعر الجوانب و النار تكون مهيلة عندما نشعر الورقة التي بدأت تدخلها الطياب نقلبها على الوجه الاخر و نقوم بطبقه اخرى من العجين و نركز على هذه المسألة نقوم بطبقه اخرى و نحاول نجب دورنا على هذا الشكل بعد ذلك نكمل و نقوم بطبقه و نقطعه بالسكين و يجب ورقة و يجب محلول و نقوم بطبق التوابيل و نقوم بطبق الزيت و نستطيع اقوم بطبق الماء و نقوم بطبيل الماء و نستطيع خلال البدء و نستطيع إعجب حفظ نحن نحن نأكل حلبة و الماضيق لأننا نعرف فوائد الحلبة مهمة لن نأكل حلبة و المعنى حلبة بعد أن نصف المكامل نحرك هذا الشيء جيد و نسبق فريد أشياء سنضغل في الفران مجدد لن نتقاذ عما المكامل لم يحرر المكامل الرجينة يقوم بنفس الحرشة علي شراب الماء أما هذا كله من العجين فإذا ازدناه وفورناه أو بخرناه سوف يزيد تعجلينا ويزيد تلقلينا الماء ونحسوا بحالك أن ناكلوا عجين ونحسوا بذلك الماء تسخنوا في الفران بحالك يبدأ شوية بحالك يشت شوية راسه ومشي بزاف عيش لا تخليوا شاني تايبس لكم تماما لا تسخنوا وندوزوا درساج طبق اخترت لكي نقدم درساج في هذا الطبق لقد اضعت الطبقة الأولى من التريد بعدما سخنته في الفران ونأخذوا لحالك نأخذ لاصوسنا ونصقق بها الوسط بعدما نضع الطبقة الأولى نضعه قليلا ونصققوا بحالك التريد حسنا نجد دجاج ونضعه قليلا ونضعه قليلا بدون تتحمره قليلا ونضع لون الدجاج من الحمر ونضع لصميته الكاشر الكبدة كما سيضعه قليلا نجد اخليها نجد الرفيسة نترك نجد تاوي مع مونا صديقتي اخذتها ونضعت نضيف اضفتها وضعتها غير ونضيف قليلا اضفت البيت وضعت اختياري المهم هي النقاط الأساسية والتفاصيل اختياري المهم هي النقاط الأساسية نتمنى ان شاء الله ياربي هذا الفيديو و cette عجابة تماما شكرا لكم شكرا لكم يا صديقتي منا جوش كيلو ونصف خلقين سبب رفيصة تكون جميلة يجب عليهم 12 شخص يجب عليهم هذه الرفيزة يجب عليهم الحل الثماني لها زيد لأنه يكون تبصيل كبير تبصيل هماوي يأكل فيه 12 شخص يأكل فيه مخيرين فالذي يريد المساعدة والذي يريد المساعدة لا يوجد المساعدة هو واتساب والرقم الثاني يوجد أبل 0639 833 يوجد أبل 0717 173418 في واتساب فقط في مدينة تمارا لا تنسوني بإذن الله لا تغطي وش ان شاء الله المحمدية نهار 7 و 8 و 10 الأسواق السلم المحمدية و جايبين لكم ان شاء الله كل ما تشاهدون لا تقبلوا انكم جئوا عندي يجب عليهم الناس لكن ليس كل شيء يقدر يجب سأجيبون لكم حتل تماما ان شاء الله و هذه الرفيزة هي كما تشاهدون اللي يريدها بشكل مالحة لان فيها الحلبة كما كنت لكم لا تعجميش فيها السكر و أريدكم طريقة التعسل بدون السكر الرفيزة بجوشكي جيوا رائعين تلقوا فيديو جديد السلام عليكم و رحمة الله ترجمة نانسي قنقر